عندما تكون الأمور ليست لله والآن ظهرت للرئاسة أو للحكومة أو لأمر لأن الآن شوف من التسعين وتعالى الجاي ونحن نتتبع حربهم في بعضهم لن تجد لهم حربا على هموم الأمة تبعوه هل تصادم المصافقة والصعافقة على أهل بورمة على الإيغور على المسلمين الذين يذبحون ويقتلون بالبومشي في الطرقات ويسامون سوء العذاب في الصين وفي فرنسا والله على الحجاب والله على لسأل الجناب النبوي صلى الله عليه وآله وسلم والله لهم من الأمة والله على أهلنا في فلسطين لا بالعكس وقفوا بالعكس هذه القضايا يقومون ضدها ضد المسلمين ضد المسلمين هموم الأمة كلها لا إنما على الرئاسة من يرأسهم من يقول له الكلمة الفصل من يتسابق أكثر في عبادة ولي الأمر هذا اللي يتعاركوا عليه ويتنافسوا عليه ويبدعوا بعضهم بعضا من سنة التسعين لليومنا هذا هل تسمعوا لهم ركزة في أحوال الأمة؟ هل أؤلاء يصلحون قادة للأمة؟ انظروا من سنة التسعين لحد الآن أنت تعرفوا من سنة التسعين ما سروا بدايتهم تعرفونها واللي معرفش يسأل حتى آية الله قبر متسعين تعال جاي لا هم لهم إلا أن ينصروا الظالمين بكل مكان شوف ليبيا يا أيها الليبيون لما جت ليبيا كانوا ينصروا القذافي ذهب القذافي ينصرون حفتر يذهب حفتر سينصرون ظالما بعده إلى أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقول سحقا سحقا وإن في ظالم هم معه ويؤيدونه حتى في فلسطين يؤيدون عباس ولوؤيدون حماس أو حماسة بل الآن شوف كم صار في معركة بين اليهود وحماس والجهاد ومن يصابل اليهود ليس لهم منها إما أن يسكتوا وإما أن يقذلوا وكلامهم في التخديل وفي سب حماس معروف لا يتكلمون عن اليهود وإن تكلموا فيتكلمون على استحياء على استحياء ترجمة نانسي قنقر